جاءت يمكن هذه المرأة عندها معلومات معينة عن هوية يسوع المسيح ويمكن عندها معلومات عن شعب إسرائيل لأنه من فترة لأخرى كان فيه تعاملات تجارية مع تلك المنطقة فهذا الاصطلاح عادة يستخدم من اليهود مش من الأمم فظنت باستخدام ابن داود اصطلاح سياسي لكن بيحمل في طياته طبعا شئديني مسيحاني مسياني اللي كانوا بينتظروا مجيء ابن داود الرب يسوع له كل المجد ثم أجاب المسيح بجواب غريب لم أرسل إلا خراف إسرائيل الضالة قبل ما تحكم في هذا الجواب يسوع أصلا قبلا طلب من التلاميذ أنه في طريق أمم لا تسلكوا يعني ما ترحوش لمناطق صور صيدة الديكابوليس المدن الرومانية العشرة إلى آخره كان كل التركيز الرسالة على اليهود اليهود كان عندهم الهيكل كانوا بيمارسوا الذبايح كانوا بينتظروا المسيح المسيح واليهود كان عندهم التوراة وكان عندهم العهد والاشتراع عندهم النموس الشريعة وكانوا يقومون بالفرائد وكانوا يصلون لمجيء المسيح لكن للأسف يمكن صلاة كانت لمسيح سياسي اللي يقيم مملكته على الأرض مع أن الكتاب يقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه فإذا ما عادتش تفرق شو خلفيتك من أي جسد من أي دم من أي عرق كل اللي بيطلب المسيح هذا المهم عند الرب لكن في نظام لأنه كان هذا الشعب بينتظر فالمسيح لازم يتمم كل النبوات التي قيلت عنه لمجتمع يفهم النبوات ويعرف عن مجيء المسيح لأنه خلينا نكون صراحين أكتر شعب متدين في هذا العالم هم اليهود أنا أتكلم عن اليهود المحافظين اللي بمارسوا الشريعة بحذافيرها ولسيما في أيام المسيح وقبل ما تقول يمكن هاي المسألة عنصري لا 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 المسيح ليس عنصريا فالمسيح في مجمع الناصرة لما وعز لليهود في المجمع وبعدين لما تعجبوا من كلمات النعمة الخارجة من شفتيه ولما قال اليوم تم في مسامعكم هذا المكتوب عني وفعلا صار في غضب حاولوا يتخلصوا من يسوع المسيح لأنه ذكر متلين والمتلين هم عن الأمم المتل الأول كان بيتكلم في أيام إلي النبي كان فيه أرامل كثير في إسرائيل لكن لم يرسل إلا إلى أرملة صرخة صيداء وكان فيه برس كثيرون في إسرائيل لم يطهر إلا نعمان السورياني يعني اتنين أمميين ولاحظ البشير متة مع أنه بركز بإنجيله لليهود المستمعين اللي بينتظروا المسيح لكن من ناحية بيصحاح اتنين بتشوف أن المجوس أمم عم بيجوا وبيسجدوا ليسوع المسيح والمرأة السامرية هكذا آمنت بيسوع أنه الله الظاهر بالجسد وهكذا المرأة في نقي السورية الكنعانية سجدت ليسوع المسيح فهكذا أحبائي قيل عن يسوع أنه هو نور للأمم ويقول أيضا الكتاب في إنجيل متة بيقتبس إنه بإشعياء على اسمه رجاء الأمم فإذن المسيح أحبائي لما كان بيتحرك كان بيعرف كيف يتحرك وبالواقع لما كان بيخدم في مدن الجليل وبعدين بعد فترة يعني صنع قوات لم تصنع في أي مكان آخر قال ويلات ويلن لك يا كفر نحوم ويلن لك يا كرزين ويلن لك يا بيت صيدة وشبه صدوم وعمورة حالتهم أسهل من حالة اليهود اللي سمعوا ورفضوا ومين مدح مدح ملكة التيمن ملكة سبع فلا ألا تكون فكرة خاطئة عن يسوع المسيح لا المسيح أصلا تكلم عن هذه المنطقة فالنقلية النبي أرسل إلى هذه المنطقة وها يسوع المسيح موجود في نفس المنطقة في نفس المنطقة جاءت امرأة أخرى لتصرخ من أجل ابنتها المجنونة جداً اللي كان فيها روح نجس واللي فعلاً الرب حاول يعلم درس لا ينتسى للتلميذ للمرأة ولكل من يسمع ولكل من يشاهد هذه القصة ترجمة نانسي قنقر